وزير الإعلام اللبناني ومقدم برامج المسابقات السابق جورج قرداحي واللي سبق وفصل وتم إبعاده من MBC عام 2017 ورح بعدها فضائية الحياة المصرية وما نجح وبرضه تم إلغاء عقده هناك جورج قرداحي اليوم مسبب أزمة دبلوماسية كبيرة وبدل ما يكون دوره يحسن علاقات بلاده وصورتها حضرته زاد الطين بلة ففيه برنامج أونلاين اسمه برلمان الشعب من إنتاج الجزيرة قال جورج قرداحي التالي ما رأيكم بما يقوم به الحوثيون؟ ألا يقومون بنفس الشيء؟ يعني تنظيم مسلح يدافع عن أرضه؟ بلا يدافع عن أرضه طبعا ما موقفك من ما يحدث في اليمن؟ طيب دفاع عن نفس مش عم يدافع عن نفسهم السحوثية هلني عم يعتدوا على حدا؟ هم يعتدون على حدا؟ يعني في نظريكم ما يحدث يعني ما يقوم به الحوثيون في اليمن؟ عبثية يجب أن تتوقف لأنه في عدوان على العالم عفوا وسيرسلون مسيرات إلى السعودية ويضربون السعودية بس أنت متشوف كمان الأضرار التي تلحق بهم كشعب يعني يقصفون في منازلهم وفي بيوتهم وفي قراءهم وفي ساحاتهم وفي جنازاتهم وفي أفراحهم يقصفون بالطائرات يعني كمان يعني هذا حان الوقت لهذه الحرب أن تتوقف عبثية صارت هذا رأيي بس أنه ما فينا نقارن بين جهد حزب الله في التحرير وفي تحرير الأرض اللبنانية وجهد الحوثي الذي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي أستاذ جورج يعني اليوم الإمارات والسعودية يعتبرون اعتداء خارجي على اليمن؟ نعم أنت تعتبرون اعتداء خارجي الإمارات والسعودية على اليمن؟ اعتداء؟ أكيد فيه اعتداء التصريحات اللي سمعتوها انتشرت من هنا وقامت الدنيا على جورج قرداحي من كل الاتجاهات أولا اسمه من وقته ترند وسعوديين وإماراتيين وعرب جلسين يردوا عليه ويذكروا بكثير قصص يبدو أنه هو ناسيها وسياسيا زي ما قلت لكم عمل أزمة مجلس التعاون الخليجي وفي بيان حازم رفض التصريحات جملة متفصيلة واعتبرها بتنم عن فهم قاصر وطالبوا بالاعتذار اليمن تحرك كمان دبلوماسيا وغير تصريحات عدة مسؤولين يمنيين الخارجية اليمنية وجهت سفيرة في بيروت بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار أما لبنانيا فأول من تخلى عن مقدم برامج المسابقات السابق كانت حكومته نفسها رئيس الحكومة نجيب مقاطي طلع بيان رفض في حديث وزير إعلامه وقال إنه ما بيعبر عن موقف الحكومة إطلاقا والخارجية اللبنانية كمان طلعت بيان قالت في نفس كلام مقاطي ومع كل هذا مثل ما قلت لكم اسمه ترند والهاشتاغ مليان مطالبات باستقالته أو إقالته ومنها مطالبات من مجلس التنفيذيين اللبنانيين وهذا مجلس بيضم 150 شخصية من بين رجال أعمال ومدراء تنفيذيين معظمهم في السعودية المجلس لفت لأعداد اللبنانيين في السعودية وطالب بإقالة أو استقالة قرداحي وقال كفاية استهتار بمصالح اللبنانيين أخيرا وقبل أقل من ساعة خرجت الخارجية السعودية ببيان نشرت نسخة منه في حسابها على تويتر وكشفت فيه عن استدعاءها لسفير لبنان لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بعض التصريحات المسيئة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن وقال أن تصريحاته تحمل تحيز واضح لميليشيا الحوثي وتتنافى مع الأعراف السياسية رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد إبراهيم هو أيضا شجب المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قرداحي من جانبه رد بداية بتغريدات قال فيها أن التصريحات هذه كانت من أغسطس قبل تولي حقيبة الإعلام وقال أنه ما قصد الإساءة ورجع بعدها شارك فيه اجتماع المجلس الوطني للإعلام وقال التالي اللي قلت في هذه المقابلة كان مواقف سواء بالنسبة لفلسطين سواء بالنسبة لسوريا سواء بالنسبة للبنان سواء بالنسبة لكثير من الأمور والخليج وحرب اليمن لا تلزم الحكومة بشيء لأنني لم أكن أنا ذاك عضوا في الحكومة هذه أرائي شخصية أما بعد أن أصبحت وزيرا كما تفضل وقال الأستاذ عبد الهادي فأنا ملتزم بالبيان الوزاري للحكومة وأنا ملتزم بسياسة الحكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي عندما يطالبني أحدهم أو بعضهم بالاستقالة فأقول لهم أنا الآن جزء من حكومة متكاملة متراصة ولا يمكنني أن أتخذ قرارا لوحدي ولكن مع الحكومة مجتمعة ورغم أنه أنا لست لاهثا وراء منصب وزاري وكل الناس بيعرفوا شيء إلا أنني أضع مصلحة لبنان فوق كل مصلحة ولا يجوز أن نظل في لبنان عرضة للابتزاز من أي أحد لا من دول ولا من سفراء ولا من أفراد وهم يملون علينا من يجب أن يبقى في الحكومة ومن لا يجب أن يبقى في الحكومة ألسنا دولة ذات سيارة؟ لماذا لا يحصل هذا إلا في لبنان؟ عموما حتى هذا الكلام ردوا عليه مغردين وبعضهم أختار يذكروا بموقفه وقت أزمة التصريح المسيء لوزير الخالجية اللبناني في وقتها ووقتها جورج قرداحي كتب تغريدة وقال فيها خليني أذكركم نصا بالكلام هذا كلام من جورج قرداحي لوزير الخارجية اللبناني آنذاك أنت لست أهلا لهذا المنصب فإذا كانت لديك كرامة تفضل بتقديم استقالتك أقل كلامك انفعال وفي رعونة ولا يليق بوزير خارجية ولا يليق بلبنان أهل البدو الذين ذكرتم هم أهلنا وفضلهم كبير على لبنان وحضرتك ارتكبت حماقة لا تغتفر فرجاء استقل على العموم يرد هذا الكلام كمان تقوله لنفسك الآن يا أستاذ جورج طيب عشان نحكي في هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من بيروت الناشط السياسي فاروق يعقوب أهلا فيك معنا يا فاروق يعني سمعنا حتى يعني لما نرجع بعد التغريدات جورج قرداحي رجع كمان أكد وصعد على كلامه إيش رأيك في هذا الموضوع؟ أولا بنا نفرق بهذا اليوم بنا نفرق بالشغلة أساسية اليوم فيه أزمة نظام بالبلد وأزمة حكم بالتالي هذا أكتر شيء يعبر عن شكل المنظومة اليوم لحاكم البلد اللي عم تحكمنا واللي خاطفتنا وخاطفت فلوسنا وصرقت أحلامنا وصرقت حقنا بأنه نعيش ببلد كريم ببلد حر فبالتالي أنه ينضح بما فيه بشكل هذه الحكومة فبالتالي اليوم خاصة لشخص مثل وزير الإعلام الموجود حاليا جورج قرداحي اليوم هذا الإنسان معروف بولائه ومناصرته للديكتاتوريين من أمثال بشار الأسد ومعجب فيهم وبتجاربهم ومعجب بالتجربة الإيرانية وبالتجربة الفنزولية معجب بكل هذا المحور فبالتالي هذا الكنام نحن يعبر عن شخصه فقط عندما تم سؤاله لم يتم سؤاله كشخصية لبنانية عامة بتعبر عن رأيه لبنانية تم سؤاله بصفة شخصية سألوا شو رأيك بهذا الموضوع؟ حط رأيه السيء بهذا المحل وورطنا بهذا الأزمة اليوم ننتبه للشغلة لا يجب أن يعاقب كل اللبنانيين بسبب صحيح هذا الكلام اللي بتقوله يا فاروق بس هو جالس بيحاول الآن الجو الشارع أنا بس بحب أقول لك أنه جورج قرداحي ومن يعوم على عومه جلسين بيحاولوا يروجوا أنه هذا الكلام كان قبل ما يكون في الوزارة وأنه هو في الوزارة يعني ملتزم برأي الدولة وما إلى ذلك يعني بس هو كمان تم اختياره في الوزارة بسبب آراءه حتى طبعا 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 يعني حتى اليوم هذا لا يبرر ما قاله اليوم اللي قاله هيدا رأيه هيدا رأيه هيدا رأيه هيدا رأيه هيدا ما فيه تخب唐 منه ما فيه كذب فيه هيدا رأيه هو مناصر لبشار الأسد وهيدا شي علنا مناصر لكل هيدا المحور الإيراني السوري بما يحمل من كل الأعمال اللي يقوم فيها هو يتبنيها فبالتالي من هذا المحل لا هذا الرأي يعبر عنه بشكل كامل ما فيه يكذب بهذا المحل ما يقوم به يعني محاولة إعادة توضيح الأمور برأيه كانت غير مناسبة أنا برأي الأجدر فيه أنه يعتزر ويجب إقالته من منصب وهذا المنطق الطبيعي اليوم نحن ما منحمل عداوة لا هو جلس بيلعب بكرت أنه نحن دولة لها سيادة وأنه أنا لست لاهث وراء المناصب طبعا 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 ما أعرف على شو مستند أي دولة فيه سيادي وفيه حزب مسلح طويل عريض يطلع من يومين قال عنده مئة ألف مقاتل وين السيادي لما بيجوا الإيرانيين مستمحين البلد والسوريين مثل ما بدهم وين السيادي اللي اليوم فيه انفجار مهول صار بالبلد حدث عظيم جلل كتير كبير مصيبة بمصابة الكارثة قدت إلى دمار مدينة بيروت قدت إلى مقتل وسقوط 200 ضحية وعدد كبير من اليوم هو مناصر يعني هو من ضمن الناس اللي عم تقاتل حتى ما تبين الحقيقة عن أي سيادي عم يحكي هذا الوزير شو مفهمه للسيادي بعدين شو هالسيادي اللي بتغنى فيها ببشار الأسد وبالجمهوري بإيران وعارف كتير منه إحنا هاي السياسي لأوين ودتنا أنه أصلاً يعني كمان عنده حزب داخل الدولة أصلاً يعني يحمل سلاح وكأنه يعني موازي للجيش بس فاروق سريعاً أنت ذكرت قصة أنه ما لازم كلكم أنه اللبنانيين تتعاقبوا عن هذا الموضوع ولكن في كثير ناس جالسين أصلاً بيحكوا عنه كران الجميل اللي هو عمله كيف بترد على هذا الكلام أو كيف بتشوف هذا الكلام أولاً يعني في هيدا يعني كران الجميل طبيعة الرحالة أنا اليوم هيدا مؤسسات إعلامية اللي كان نشتغل فيها مؤسسات إعلامية بتشغل حسب الكفاءة اليوم مثل ومتل غيره لأنه اليوم هو لا يقتصر فقط عليه أغلب المناصرين اليوم لحزب الله واللي كانوا من صحفيين كانوا اشتغلوا بمؤسسات عربية خاصة بين السعوديي ودبي والكويت وقطر وكل هيدا المنطق كانوا اشتغلوا بكل هيدا المؤسسات الإعلامية الكبيرة وشفناهم كيف راحوا وقلبوا بيّنوا بأباعت أخرجوا ما بدخلهم من طائفي ومن حق الدفين عند لحظة عند أي لحظة خلاف شفناهم كيف اصطفوا وكيف راحوا طبيعة الحال اليوم اليوم يعني مسألة قديه وناك للجميل هي تفصيل كتير صغير قدام قديش ما سبب من أزل اللبنانيين والسبب ما سيسبب أزل الدولة اللبنانية هيدا تصرف غير مسؤول تصرف حائد تصرف مصيق للشعب اللبناني تصرف مصيق للدولة اللبنانية اليوم نحنا بلد ما بيحمل أزمات نحنا ناس عايشين على حدود خطوط الفقر نحنا قدرتنا المعايشية أصبحت مهددة بالكامل قدرتنا الاستمرار في حيات أصبحت مهددة بالكامل نقوم نحنا عايشين على ما يأتينا من الخارج من أمواله أغلب الشباب الصبايا عايشين بالخليج وبشتغلوا بالخليج شو عم يجرب يعمل يعني يجرب الدنيا بتصريحاته على العموم أنا بدي أشكرك أنا فهمتك ووصلت رسالتك أنا بدي أشكرك الناشط السياسي فاروق يعقوب ولأيضا طالب باستقالة أو إقالة جورج قرداحي من منصب وشكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر